على كل حال نحن نفرق بين تهنيئتهم بدينهم وتهنيئتهم بغير دينهم لا مانع أن تهنئ النصراني أو اليهودي أو المجوسي أو الهندوسي أو البوذي اللي كل مذهبه أو دينه تهنئه بولد لما جاءه ولد تبارك له اشترى بيتا اشترى سيارة ترقى في العمل يعني أمور الدنيا أما أن تهنئه على دينه كأنك تقول إن دينه صح والله تبارك يقول إن الدين عند الله الإسلام والله جل وعلا يقول ومن يبتي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فكيف تهنيه على الكفر هذا عيد ديني لا يجوز تهنئته على عيد ديني والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وجد الناس يحتفلون قال إن الله قد أبدلكم بعيدين فقط عيد الأضحى وعيد الفطر فقط لا يجوز أن يهنئوا على دينه هنئه بالولد هنئه بالزواج ما في مانع لكن ما تهنئ على دين باطل الله تبارك له لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة كيف تهنيه على الكفر هذا لا يجوز لابد أن ننتبه لهذه المسألة وأما ما ينسب إلى بن تيمية بن تيمية صرح بهذا واضحا كتابه في الرد على أصحاب الجحيم الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحيم رد فيه ردا واضحا أنه لا يجوز سهنئة الكفار بأعيادهم وهذه مسألة شيء ما متفق عليها بين أهل العلم أنه لا يجوز سهنئتهم بأعيادهم لأن أعيادهم أعياد كفرية لا يجوز سهنئتهم بها وأما قضية أنه هذه من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى طيب الدعوة ليس من توقف على هذا بالعكس لا بد يكون دينك واضحا قل له هذا دين ما أهنئك عليه أهنئك على الولد أهنئك على الزواج أهنئك على الشراء بيت نعم لكن لا أهنئك على دينك هذا لا يجوز وأما دعوة أن القرآن لم يمنع بالدليل قول الله تبار لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دين أن تبروهم وتقصطوا إليهم نعم من قال يمنع البر لكن أيضا لا تنسى الآية التي بعدها إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على الأخير أن تولوهم يعني التولي لا يجوز نعم البر جائز بر أحسن إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهدي لجيرانه بغض النظر عن أديانهم ويعود مرضاهم بغض النظر عن أديانهم هذا من البر ولما جاءت أسماء بنت أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمها قتيلة بنت عبد العزة وكانت مشركة جاءت تزور أسماء وجاءت معها بهدية فقالت يا رسول إن أمي جاءتني راغبة وجاءتني بهدية قال بري أمكي ما عندنا مشكلة في البر الإسلام دين البر ما عندنا أي مشكلة معه لكن لا نهنئهم بدينهم هذه المسألة لا بد أن ننتبه لها والله المستعام